قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي انه يركز خلال جولاته الميدانية على القطاعات التي ستقود الاقتصاد المصري وخلال مؤتمر صحفي اوضح مدبولي ان الحكومة تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة توازن الواردات والمصروفات للدولة مجددا الترحيب بالقطاع الخاص في جميع المشروعات الحقيقة دايما في كل زياراتي انا عايز بس ااكد على حضراتكم مش مجرد ان احنا بنعرض المشروع ولكن بنناقش مع القطاع الخاص كيفية توسيع وتطوير مشروعاته بما يحقق تقليص الفجوة الاستيرادية اللي احنا النهاردة كمصر بنقول عندنا هي دي هي المشكلة فالحقيقة النهاردة لما كنا بنتكلم مع المديرين وملاك المشروع بتاع المزرعة النموذجية ومشروع اللي حضركم شايفينه من اكبر المشروعات للانتاج الحليب اتكلمنا معاهم على مشروع جديد لانشاء مصنع لانتاج اللبن البودرة مصر بتستورد اكتر من مئة الف طن في السنة لبن بودرة ودي تكلفتهم الاستيرادية عالية جدا فالنهاردة كنا بنتكلم مع القطاع الخاص على بدء انشاء مصنع وبأسرع وقت ممكن علشان يغطي جزء من احتياجاتنا في هذا الموضوع